اشتركوا في القناة اذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يقول تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين سبحان الله هذه الآية في سورة هود يتحدى الله بها أن يأتوا بعشر سور لماذا الرقم عشر هنا ومضة إعجازية عددية لطيفة جدا أيها الأحبة طبعا هذا التحدي لم يستطع أحد أن يتجاوزه لم يستطع أحد أن يأتي حتى بسورة واحدة حتى الآن لماذا عشر سور الرقم عشر يعني هذه الآية أين وضعها الله سبحانه وتعالى وضعت في سورة هود التي يعني تسبقها عشر سور يعني لدينا سورة الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس عشرة ثم تأتي سورة هود التي فيها التحدي بعشر سور هل فهمتم أيها الأحبة؟ يعني جاء التحدي أن يأتوا بعشر سور بعد عشر سور من سور القرآن وضع هذا التحدي في السورة الحادية عشرة سورة هود بعد عشر سور سبحان الله يعني كتاب أحكمت آياته من الآيات العجيبة قول الله تبارك وتعالى في هذا الجزء الثاني عشر إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا الكلام ورد على لسان سيدنا هود ولكن لماذا تحديداً الناصية لقد تبين أن المخلوقات الكائنات بما فيها الإنسان وبخاصة الطيور مركز التوجه والقيادة في الدماغ يقع في منطقة الناصية في أعلى مقدمة الدماغ أو ما يسمونه بريف رونتال لوب هذه المنطقة أيها الأحبة مثل جهاز التحكم والقيادة والتوجه لذلك سيدنا هود ماذا قال ما من دابة إلا هو يعني الله تعالى إلا هو آخذ بناصيتها كأنه يريد أن يقول يوجهها كيف يشاء إن ربي على صراط مستقيم النبي عليه الصلاة والسلام كان غالباً ما يقول في دعائه ناصيتي بيدك يعني كأن الإشارة العلمية هنا أنك يا رب كما أنك تأخذ بناصية كل المخلوقات وتوجهها كيف تشاء خذ بناصيتي أنا باتجاه الطريق المستقيم إن ربي على صراط مستقيم سبحان الله يعني أنظروا إلى هذه الدقة العلمية نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته